موسيقى عندما اجتمع دهات المشركين من قريش في دار قصي بن كلاب التي تعرف بدار الندوة وتشاوروا فيما بينهم على اتخاذ المقاطعة كسلاح لتفبيت تقدم الدين الجديد في ذلك الوقت من التغلغل في اواسط المجتمع المكي كان تحديا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه لمدى صلابة العقيدة الاسلامية الناشئة فاما الصمود واما الانهزام جمعة طيبة مباركة ورحمة الله الواسع على شهداء غزة والظفة الغربية من فلسطين وندعو الله بالشفاء للجرحى وان يجبر الله المصابين ويعوضهم بالنصر على اعدائهم انا فهد التميمي واليوم راح نتكلم عن المقاطعة السلاح المهم في مواجهة التغطر الصهيوني ذلك السلاح الذي اجدى نفعا في العديد من المرات فجهز فنجان قهوة او شي حسب رغبتك وخلينا نتكلم عن كيفية دعم اخواننا باقل التكاليف الممكنة والفائدة الاعظم اعمل لايك وشارك المحتوى وخلينا نساهم في نشر المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية رغما عن اخوار زميات مواقع التباصل الاجتماعي قبل خمسين عاما من الان اتخذت الدول العربية قرارا تاريخيا بحضر النفط عن الدول الداعمة للكيان المحتل ذلك القرار الذي اثر على صناعة السيارات للابد لا يمكن الحديث عن تاريخ صناعة السيارات دون الحديث عن حرب اكتوبر 1973 وهنا تكمن اهمية المقاطعة الاقتصادية ولكن هل تجدي المقاطعة الحالية؟ يؤكد المفاكر الاقتصاد المصري ابو بكر الديب ان السلاح المقاطعة الشعبية في الدول العربية والاسلامية لمنتجات الدول الدعمة لاسرائيل ستكبدها خسائر فاتحة واوضح ان الخسائر التي قد تتعرض لها دول كامريكا وكندا والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول اعتراضا على الهجوم الوحشي لقوات اسرائيلية على سكان غزة ومحاولة الابادة والتهجير لهم قد تصل الى 2 ترليون دول واضاف انه يوجد ما يقارب من مليارين انسان مسلم يمكنهم مقاطعة منتجات وشركات الدول الدعمة لاسرائيل وان تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها حيث انها لن تستطيع تحمل ذلك وذكر ان حجم صادرات امريكا للدول العربية والاسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار وان حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية والاسلامية زاد عن 300 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 وقال الديب ان سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من اهم ادوات الشعوب لكبح جماح واطماع الدول الكبرى ويجعلها تخذع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها موضح انه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول ودول اخرى كالصين وروسيا وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وهنا اذكر في العام 1986 عندما اتخذت او اتخذ سلاح المقاومة او المقاطعة لوقف ممارسات الفصل العنصري في جنوب افريقيا اخيرا ليس بالعاطفة يمكننا نصرت اخواننا ولكن ايضا بالاجراءات الحقيقية على ارض الواقع وانت تشرب قهوتك في فنجانك مش لازم تروح ستاربوكس وتشتري نسكافي هناك العديد من المنتجات العربية مش لازم تشرب بيبسي او كوكوكولا او عديد من المنتجات الامريكية والاوروبية الداعمة للكيان الاسرائيلي الخاصة وهنا احيي ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماع غرف التجارة العربية الاسبوع الماضي والذي شجع على التعامل مع المنتجات العربية وخصوصا الفلسطينية كدعم وايضا سلاح مهم في الضغط على الداعمين للكيان المغتصر مش مطلوب منك اكتر من انك تدعم اخوانك وتذكر ان كل فلسط تدفعه في منتجات تدعم الغاصبين مهم في شراء رصاصة لقتل طفل فلسطيني ولك حرية القرار